ألقت شرطة نيويورك القبض على المشتبه في قيمه بإلقاء قنبلة دخان وإطلاق النار في عربة متر أنفاق في المدينة لتنتهي عملية مطاردة استمرت على مدار الساعة وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على المشتبه به ويدعى فرانك روبرت جيمس في منهات بمساعدة معلومات من السكان بعد بحث استمر 30 ساعة ويواجه جيمس تهمة اتحادية لانتهاكه قانونا يحضر الهجمات على وسائل النقل الجماعي في حين قالت السلطات إنها ما زالت تحقق لتحديد دوافعه وقالت الشرطة إن جيمس أتقل تسع مرات من قبل في نيويورك وثلاثا في نيوجيرزي وأفاد مسؤولون بأنه إذا أدينا في هجوم يوم الثلاثاء فقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة وذكرت الشرطة أن جيمس أطلق النار من مسدس نصف آلي عثر عليه لاحقا في مكان الحادث إلى جانب ثلاث خزانات ذخيرة وفأس وبعض الألعاب النارية وحاوية من البنزين وأصيب عشرة أشخاص بالرصاص في الهجوم الذي وقع في ساعة الظروة الصباحية من بينهم خمسة النقل إلى المستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة بينما أصيب ثلاثة عشر آخرون خلال التدافع المحموم للفرار من عربة المترو المليئة بالدخان ترجمة نانسي قنقر